قالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن الولايات المتحدة كثفت عملياتها لسرقة الموارد الطبيعية السورية قالت أن الولايات المتحدة نقلت 137 صهريجا محملة بالنفط المسروق من حقول النفط السورية إلى قواعدها في العراق يوم الأحد حيث تم إكمال تلك الشحنة على دفعتين الأولى تشمل 122 صهريجا والثانية 15 صهريجا ونقلت الولايات المتحدة مجموعه 535 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق منذ 11 من أغسطس الجاري لطالما اتهمت الحكومة السورية والولايات المتحدة بسرقة الموارد الطبيعية للبلاد مثل النفط والغاز والقمح وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا أن القوات الأمريكية قد سرقت 80% من إنتاج النفط السوري ولم ترد الولايات المتحدة على هذه الاتهامات لكن البنتاجون قال إن نشر القوات يهدف إلى الحيلولة دون وقوع حقول النفط في أياد غير أمينة ترجمة نانسي قنقر